اشتركوا في القناة يؤكد هذا الطلب بأن يجب على التلاميذ أن يتقابلوا مع الرب يسوع المسيح في الجليل الجليل هو المكان الذي بدأ بها المسيح الخدمة والمكان الذي دعا بها التلاميذ أن يتبعوه الرب عرف أن التلاميذ محتاجين تسجيع وبهذا راد أن يجتمع بهم بالمكان الأول الذي تقابلوا معهم وكيد كانوا فرحانين بالدعوة الأولى والمسيح راد يذكرهم بالفرحة الأولى والمحبة الأولى التي اختبروها معهم وبنفس الوقت راد يذكرهم أنه هما ماعدهم شيء يستحق التكبر والهذا تعالوا ارجعوا للمكان الأول يمكن أنت فقدت فرحتك ومحبتك الأولى بالمسيح يمكن الظروف أثرت بحياتك ونسيت محبتك الأولى إبليس أكيد والعالم نجح بطريقة أو ما أن يبعدك عن الرب روح هاليوم أرجع إلى الجليل مالتك المكان والوقت والاختبارات اللي أنت عشتها مع الرب جليل مالتك اللي عرفت بيها الرب جليل مالتك اللي وعدت الرب بيها أن كل حياتي إلك يمكن أن اليوم الرب يدعيك أن يكون عندك حياة معه وتختبر أشياء عظيمة ممكن الله دي يلقوك هاليوم في الجليل الجديد اللي أنت ما مختبرها بعد في العلاقة الجديدة معه اللي أنت ما شعفها وما تعرفها اسبقوني إلى الجليل الله يريد أن يرجعنا للمكان اللي فعلا بدين بي ويذكرنا بالقوة والخبرات اللي صارت بحياتنا وبالنال المسيح دعاهم وطلبهم أن يذهبوا إلى العالم أجمع كانوا محتاجين أن يرجعون إلى الجليل اللي تقابلوا بيها المسيح يا رب يسوعنا جايلك أنا شخصيا يا رب أريد فعلا أرجع إلى الجليل يا رب أرجع إلى المكان اللي تقابلت بيك للوقت يا رب اللي دعايتني بي وريد أقول لك يا رب فعلا كللت السنين بجودك بحياتي وأنا يا رب أريد فعلا أكون ابن إلك بكل معنى الكلمة حتى بهذا اليوم أصلي يا رب أن أجل كل أخ وأخر بيصلوا هالصلاة أنك أنت فعلا ما رح تغذلهم يا رب أنت رح تعطيهم حسب طلباتهم وقلوبهم بإسم المسيح يسوع أصليه أمين أمين رب يباركك ونشوفكم بالتأمل القادم ترجمة نانسي قنقر